الشيطان بيحاول يشغلك ويلهج بالعالم لكن سفر الرؤية هو اللي بيفكرك بان العالم ده ضايع كل ما رأاه اللي هو سفر الرؤية قاله اكتب ما رأيت بكل ما رأاه طوبة ابتدى السفر الوحيد اللي يكتب طوبة يعني يا بخت للذي يقرأ منجرد ما تقرأ طوباك ما تفوتش سفر الرؤية ليه اصل الشيطان بيحاول يشغلك ويلهج بالعالم لكن سفر الرؤية هو اللي بيفكرك بان العالم ده ضايع وفاني وهيروح نتمسك ليه فيه بيديك واسنانك نتعجبني كلمات البابا شنود المتنيح قل لمن يبني بيوت ها هنا ايها الضيف لماذا انت تبني قل لمن يزرع اشواكا كفا هو نفس الشوكة ايضا سوف تجني قل لمن غنى برأس قل لمن غنى على الاهوائف هل في مجيء الموت ايضا ستغني يعني يا ترى اللي بيغنى وبيتنطط يا ترى لما يجي لك الموت هتغني يا اللي بتبني بيوت على الارض والارض محفوظة بالكلمة عينها الى حريق النار اي اناس يجب ان نكون نحن في سيرة مقدسة يا احبائي تصور كده ساكن في بيت قايل للسقوط والدولة امرت باخلاء البيت اخرجوا منها يا شعبي البيت هيقع والناس كلها ابتدت تعزل وانت الشقة بتاعتك بين يوم وليلة هيقع على البيت وهتضيع الشقة وريح تجيب لي ورق حقق ووقف تلزق ورق الحقق في البيت بتعمل ايه عايز اجمل الشقة بتاعتي ما رايحة هتجمل ايه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وفي الاخر خسر نفسه طوبة للذي يقرأ وللذين يسمعون يعني لازم انت كانسان تسمع اقرأ واسمع يعني اقرأ واحفظ الكلام اقرأ واسمع اقوال النبوة واحفظ ما هو مكتوب فيها كلمة احفظ يعني قوله خبأت كلام سفر الرؤية في قلبي لكي لا اخطئ اليك لانه مكتوب لان الوقت قريب كانت السلام في الكنيسة الاولى السلام كان يقولوه باللغة اليونانية ماران اثى ماران يعني الرب اثى يعني اتي يعني جاي الرب جاي ماران اثى للغة الي هما بيكتبوها الشيطان لما يجيلك يجيلك في هيئة ملاك من نور يجيلك زي الحمل يجيلك الشيطان عينه مليان بالدموع يطبطب عليك الشيطان ماليش قرون ولا شكله يخوف ولا يرعد اذا حبيت تصور الشيطان تلاقي اجمل من اجمل امرأة في الكون يجيلك وهو بيقولك انت صعبان علي انا قلب عليك انا بحبك انا مش عارف ربنا بيعمل معك كده ليه دي طريقة الشيطان دول الرسل بتوع ابريس ابليس القائلين انهم رسل ولا رسل لان انا مبعتهمش بل كاذبين يعني تبع ابو الكذاب كاذبين يعني بيقولوا مش بيقولوا صح تعيشوف ابوك ادم اول ما دخلت الحية الحوى اول جملة للتالى عارتوا ولا ايه احقا قال لكم الله لا تأكلها من كل شجر الجنة عارفين الجملة دي معنى ايه اقولها بطريقة اسهل تفهمها ايه الفايدة ان ربنا حطك في جنة وحرمك منها ايه الفايدة يحطك جوه جنينة ويحرمك من الاكل منها حرام ده ولا حلال اقولها بطريقة اسهل ايه الفايدة ان ربنا مديلك عمر وشارب من كعانك تطلع من حفرة تقع في دحديرة وربنا مش ساقل فيك ولا راضي يحللك مشاكلك انا اقدر احلها زي ما قال ليوسف وتحلها ايو احلها وبكلام مقنع ازاي اخلي مرات سيدك تحبك وتلعلع في نظرها والستة لما تحب تدي كل ما يملك ودي ستة جميلة تمارس شهواتك وغرائزك وتكون الكل في الكل وتبقى كأنك رب البيت وتعيش في سعادة اليومين اللي انت عايشه قال له لا كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله هذه معنى كلمة القائلين انهم رسل وليس رسل فوجدتهم كاذبين يبقى مش كل اللي يكلمك باسم المسيح تاخد الكلام وتمشي وراه كده لا قل له ازبتهولي من الكتاب المقدس ازبتهولي من كلمة الله ولا عايز نقص ولا زيادة لان حوى زودت برضو ازا كان الشيطان شطب قال لان تموتى حوى قتلا لا تأكله من كل شجر الجنة ولا تمساه وربنا ما قالش لا تمساه لكن هي عايزة تقول اننا يعني الكلام اللي النسي ربنا يقوله انا هقوله كمان لان من يحذف يحذف اسمه ومن يضيف تضيف عليه الضربات ايه معنى كلمة مجمع الشيطان مجمع بتاعهم مجمع السنهدريم واللي كان بيسود على مجمع السنهدريم الشيطان ولذلك وقف رئيس الكهنة وقال ينبغي ان يموت واحد ولا تهلك الامة كلها واخدوا قرار بقيم المسيح و المسيح والشيطان منذ البدء قيم ادي معنى كلمة مجمع الشيطان مجمع الشيطان اللي هما رفضوا المسيح وحتى بعد ما تصلب طلب منهم المغفرة لكن لم يؤمنوا به بعد قيامته بل ارسلوا سفارة لا نريد ان هذا يملك علينا عشان كده التجديد في القائلين انهم يهود وليسوا يهود هم مجمع الشيطان لا تخف البتاء حط ميد خط تحت الحتة دي لان عصر الاستجهاد هيفضل لغاية اخر الايام لغاية ما المسيح يجي اخد كنسته وادكم شايفين في شهداء معصرين لنا كتير خرجوا واعلنوا ايمانهم الكامل بالمسيح لا تخف البتاء مما انت عتيد ان تتألم به فيه الم جالك بس انا بسمح به لان ان لم نتألم معه لا يمكن ابدا انه ما يجد معه لا تخف البتاء مما انت عتيد ان تتألم به حط نقطة الشيطان خد قرار حط نقطة هو زى قبليس مزمع ان يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ما هو السجن سجن العالم الشيطان بيرمينا في سجن يا سجن الاضطهاد يا سجن الاستجاد يا سجن الشهوة والنجاس والدنس يا سجن الطمع ومحبة المادة والماديات هو يقطع كل الربطات اللي بتربطنا كل الانفس يا رب المتضايقة او المقبوض عليها في عبودية مرة من ابليس الخطيئة المتسلطة عبودية وسجن العادات الرضية عبودية وسجن الاضطهاد عبودية وسجن كله لكي تجربوا وليه نجرب عشان يظهر مجد المسيح فينا المسيح خرج في الحروب الأولى غالبا وها سيخرج فينا لكي يغلب فينا بدأت المسيحية تتشبه بالعالم اين تسكن حيث كرسي الشيطان ايه هو كرسي الشيطان الكرة الارضي ما الشيطان رئيس العالم جلس على كرسي العالم ووضع العالم في الشرير الشيطان قال لحوى احقا قال لكم ان لا تأكل من كل شجر الجنة قالت لا لا ربنا قال لنا كل من كل الشجر معنا شجرة معرفة الخير والشر قال لنا يوم ما تأكل منها موتن تموتا وزودت عليها حوى كلمة قال لا تأكل منها ولا تمساها يعني حوى زودت على كلام الله زيادة استحراس ربنا قال لها دا ما تاكلش هي قالت لا ناكل ولا نلمسها كمان الحية قالت لن تموتا ربنا بيقول تموت والحية لن تموت يعني ايه يعني حوى زودت على كلام والشيطان شال من كلام الله دا في التكوين في الرؤية يقول لك ايه اللي يشيل من كلام الله يشيل الله اسمه من سفر الحياة وده الشيطان من هالكين واللي يزود ربنا يزود عليها الضربات وده الضربات اللي زادت على حوى بالحبل بالوجه تحبلين وتلدين يبقى اذا كلمة الله لما يجي يقول هذا يقوله الذي له السيط الماضي زل حدين ليه بيسمي كلمة الله سيط ماضي زل حدين يعني حد يحرر وحد يقطع بكلمة الله ناحية وبكلمة الله ندان كلمة الله اسمها الانجيل والانجيل يعني بشارة مفرحة لكن هذه البشارة المفرحة هتكون بشارة محزنة ما نسميهش بشارة هتبقى خبر محزن امتى للي رفضوها لان في الكتاب المقدس روحي لا يدين في الانسان يعني روح الله لا يدين في الانسان اية تاني القاب لا يدين احد يعني الاب ما يدينش حد يعني لو روحي القدس هيدين ولا الاب هيدين بل اعطى كل الدينونة للابن يبقى مين اللي هيدين العالم الابن يجي المسيح يقولك وانا لا ادين العالم الكلام الذي تكلمت به هو الذي سيودين كلمة الله تديننا وكلمة الله تخلصنا